السلام عليكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله دكتور سعيد حديثنا غيستمر دائما على التمييز نعم لكن هاد المرة غنتكلموه على حق من الحقوق اللي مشرعها القانون للمرأة بطبيعة الحال وفي بعد الأحيان قد تفهم خطأا نعم قانونا مرأة متزوجة طبيعي أنها ممكن تكون حامل من بعد ما كتبوا الولادتها من حقها عطلة اللي كتقدر تلتشهور وعشرية تقريبا تلتشهور وعشرية تلتشهور وعشرية أنا قاعدين وبعد الحين كتجمع قاعدوك سويا كيتتافقوك تجمع دوك سويا تاخد نص نهار مثلا ولكن لأن التعويض على العطلة من طرف صندوق الوطني من طرف المشغيل يقدر يكونوا بعض التفاتات أو البخيم يمكن تعتفض الفتراحة مولود الجديد واحد السيدة تشغل في مجال معين أو تشغل في عمل معين ولكن قانونا كانت ضوابية معينة في بعض الحين قد تغيب على بعض الناس هذه الأمور أخديث مثلا ثلاثة الأسابيع من قبل الولادة وهذه مسألة عندها فيها الحق لأنهم ضحس العوانات على شرصة في إنسان كيتقل إذن كتأخذ ثلاثة سويا ثلاثة السيمانات من قبل الولادة مثلا ومن بعد الولادة كدت تحسب حساب أخر أولا كتكون وخدة مثلا كومجة وكتقى شي كيدخل في شي إذن قانونا كيفاش يمكن تفهم المرأة هذه الوضعية هذه وخصصا ما تكون يعني في هذه الفترة ديال شنو اسمها فترش الولادة نعم فترش ديال الولادة أو الأمومة ذكرتيني بواحد التمييز اللي خطير اللي ما شرش له البارح هو التمييز أنه كان في بعض القطاعات معينة نقدر نذكرها وإنه كان تمنع المرأة من الزواج مثلا بالنسبة لزوتياز دولاغ لا في المغرب ولا في فرنسا ما شيء إنه استثناءا في ثمانينات عامة كان خرجوا قرارات ديال محكمة النقد في داك الوقت أنها تعطي الحق لأنه كان وجوج ديال السيدات أنهم كانوا يشتغلوا كموظفات طيران في شركة معينة مغربية وتقدموا بدعاوة والحمد لله أن القضاء عموما نصفهم وتم اعتبار ذلك الشرط كأنه لم يكن باعتبار أنه يكون واحد العقد في البداية ويتم توقيع على بند على أساس بأنها لا تتزوج باعتبار أنه الظروف للموظفات هو عمل خاص بين قوسين قد يأخذوا منها وقت كثير جدا وفي حالة الأوقعات في هذه الحالة التي سنضر على اليوم إن شاء الله تعالى حالة الأمومة أنها حملات أو توقع فكيوقع واحد نوع من الطراب داخل هذه الشركة تبتلي أنه كان يمنعه ولكن هذا حق طبيعي في الحال لا يمكن أن تحرم منه أي مرأة أو سيدة في العالم فكما قلت لا سوكينة فعلا أن المشريع أعطاها واحد تمييز ولكن تمييز إيجابي أعطاها للمرأة لأن المرأة بحكم وظيفتها بين قوسين وظيفة بيولوجية بين قوسين ولكن الله عز وجل حباها بهذه الوظيفة وعطاها هذا الضور الإنساني التي تقوم به بالحال أن المشريع كان ضروري أنه يعطيها مجموعة من الحقوق لأنها تساعدها لكي تقوم بهذه الوظيفة لا على أحسن ولا في ظروف أحسنة فكما قلت أنه بالفعل أن المدة المحددة قانونا كقاعدة عامة هي 14 أسبوع ولكن لا يمنع أنه بالأحيان يكون مقتضيات أحسن إما في عقد الشغل في بداية يتم توقيع عقد وقد تطلب السيدة مثلا أنها يتم تمتيعها بمدد أكثر من 14 أسبوع اللي هو الحد الأدنى لمحدد في مدوان الشغل وكذلك أنه إذا كانت اتفاقية شغل الجماعية كذلك تنص على مقتضيات أفيد بالنسبة للأجيرات اللواتي سيقبلنا على الزواج وكذلك من بعد على الوضع أو الولادة وكذلك إذا كان قانون الداخلي لدي المؤسسة كذلك يعطي هذا الحق إذن لا يوجد ضرورة تكون 14 أسبوع ولكن هذه 14 أسبوع هي الحد الأدنى طيب يتعال أنه ممكن السيدة تقسمها تأخذ سبعة أسابيع قبل وضع الحمل إذا توقعت المدة اللي ستوضع فيها من حق أنها تخبر المفتيش تخبر المشغيل لها أنا أقول دائماً تخبره عن طريق رسالة مضمونة بالإشارة بالتوصول أو عن طريق مفووض قضائي لأنه توقع بعض الحياة بعض التحايلات وإن يتم إخباره قد تخد بعض الحياة كيتم تسريح المراي يعني هذه المسألة هي كنت أغنشير لها في النقاش من يكن تكلموا كان بعض الحالات لنساء مثلاً اللي من يتعرف بأنهم حاملات تم تسريحهم يعني تم طردهم من العمل أو لم يكتوسل ستشهور في كرشهات يقول لو دي ستسمحين من كيش باقي تستمرين معنا قدوزي تديري الباساسيون لواحد الشخص آخر والله يعاونك زي ما كين هاد الحالة هذه الحالة والحمد لله أن في القانون مثلاً في الحالة اللي قلتي دا ما أنه مثلاً في حالة أن توصلت برسالة الفصل فعند الحق داخل أجلي خمساشر يوم تخبر المشغيل بأنها رأى حامل وبالتالي أنك توقف العقد باعتبار أن هذه الفترة كتسمى يعني الأجراء المحميون أو اللي 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 يعني أنه في هذه الفترة ما خصيش تم الفصل دياله إلا لو وقع خطأ جاسيم طيب الحال وخص أن المشغيل يبرير كذلك يعني الملاحظة الأخرى اللي قلتي وهي أنه بالنسبة للمرأة كذلك أنها في حالة مثلاً كملات وحلموا الدمعيانة أو إحتى فترة ديال الاختبار بين القوسين لا ينبغي فصلها على العمل إذا كانت حامل لأنه المرأة ليست مفروض عليها وليست ملزمة أنها تخبر المشغيلية بأنها حامل وهو ماشي يشغله أنه يسول لأن هذا حق طبيعي ماشي بضرورة أنه مثلاً في اللقاء الأولي كما يقال أنه يسول واش نتي حامل أو عندك ناوية باش تزوجي ماشي منحقه هذا كنوع من تمييز يتكلمنا عليه إذا قلت بأنه قد تأخذ سبعة أسابيع قبل ما تولد أو أسابيع يعني سبعة أسابيع ما لم تكون وقتها أفيد من طبيل الحال وكذلك أنه إلا مثلاً خرجت تبقى مثلاً يوم أو يومين عندها الحق تستفيد من 14 أسبوع كلها إلا كانت مثلاً بعد مضاعفات صحية ناتجها الحاملة عندها الحق تمدد إما فترة قبل وضع الوضع أو قبل الولادة 8 أسابيع وكذلك أنه من بعد عند الوضع 14 أسبوع كذلك لها الحق أنها تخبر المشغيل داخل أجل 25 بأنها ستمدد العطلة ديال الأمومة إلى 3 أشهر باعتبار أنها ستقوم بتربية طفل أو تحضن الطفل إذا دائماً أتشي برسالة مضمونة أو لا؟ طريق مفوضة قبل الاتهاء أجل أخصى 15 أشهر أكثر من ذلك أنها من حقها أنها تطالب لمشغيل على أساس بأنها تخبره طيب بالحال باتفاق معه أن تأخذ سنة سنة كاملة غير مدفوعة الأجر باعتبار أنها ربماً ستعطي نوع من الرعاية وعند نوع من العطف بين قوسين أو نوع من الاهتمام الطفل لها إذا هذو من الحالات تقريباً لممكن أن المرأة تستفيد منها وهذا لا يمنع هذا لا يمنع أن سيفهموا السيدات أن هناك فترة الأمومة لا يوجد علاقة بالعطلة السنوية لدينا الحق في العطلة السنوية حيث كلك يبقى التدخلي سوف تأخذ العطلة في هذا خذ هذا الشهر لا، هذا حق ترجع وجميع الامتيازات التي ستمنح خلال فترة الوضع لا، مثلاً المجموعة العمال ستفيدون ترقية معينة وهي كذلك أنها متوقفة على العمل من حقها الترقية بجميع الامتيازات وجميع كل الحقوق كلها مكفولة داخلات الترقية نعم غيرها مثلاً في النقاش اللي يقولنا إلا تمترضها حيث معرفتها أنها حامل أو واحد المدة كان بعض الشركات كانت تكون عندهم قانون داخلي إلا وصلت بعد شهر المتقدمة من الحامل تفصلين على العمل هذه المسألة هذه واش يعني يعني يعتمد أو لا كيتم ترتع السوفي أو لا شو هي المسطرة اللي كي يخصدر أو ثاني كين واحد المسألة أخرى ما عمتاش واش فقط غير حديث أو لا هي صحيحة قانونية ما دون نحنا كنفسرون الناس القانون وأنه حتى في فترة الرضاع إلا مشاك يقولي إلا مشا الحليب على الزوجة بسبب ضغوط العمل عندها الحقها بالتأويد إلى غير ذلك فكل سيد المدة اللي قلتي دي نصف ساعة هو أنه فعلاً عندها الحق نصف ساعة في الصباح وعندها نصف ساعة يعني في الزوال أو بلد الظهر هاد النصف ساعة غير محددة ولكن كي بقام على الاتفاق مع المشاركة متأخد مثلاً ساعة كلها الصباح متأخد عضوات دخل متأخد مع التمية دخل مع التسعود أو متأخد تخرج في ساعة متأخد عضوات دخل تخرج في الخمسة متأخد عضوات دخل عمل حقها أو أكثر إذا كما قلنانا كان متأخد في العقد أو في القانون الداخلي الحساب الاتفاق حسب الاتفاق فكتستفد من التساعة بالنسبة اللي قلتي أنه أي فصل للأجيرة يعني وأثناء سواء أثناء النفاس لبعض الرجوع العمل أو قبل الوضع وتم فصل العمل هذا الفصل يعتبر أنه فصل تعسفي إلا إذا ارتكبت خطأ جسيما باعتبار أنه أخطأ بسيطة جدا أو غير ذلك فبعض الرجوع أو السعنة في العمل يمكن استمرار أو توقيع بعض العقوبات معينة ولكن الفصل داخل الفطرة الأمومة أو الفطرة السفادة من العطلة الخاصة بالأمومة لا يمكن فصل العاملة بهذا الأسباب باعتبار أنها لم ترتكب خطأ جسيما وكل خطأ أو كل فصل يعتبر ويكيف قانونه على أساس بأنه فصل تعسفي نعم شكرا جزيلا لك دكتور ساحيد ونحن مازال مواصلين ومازال مستمرين كنت أظن بأن مسألة الحليب غير فقط حديث لا الصحنية لأنه لا تبت أكثر من ذلك حتى أن المشتر يعطى الحق بأنه يداد لحضانة داخل الشركة إلا كانت عندها مثل 50 إلا كانت 50 أجير الفوق يكون أنه تكون حضانة في المؤسسة أو أنه يكون مجموعة الشركات والآن كان هذا المشروع كان بوسكورة مثلا كمثال كان دماغ الشركات تتفقوا على أساس بأنهم يخصوا يعني مؤسسة ويتفقوا كلهم أنهم يتكلفوا بالمصريف على أساس بأنهم تخصص يعني النساء مجموعة من المؤسسات داروا هذا المبادرات يعني خاصة شركات اللي كتكون كمسل نقوله مينتي ناسيونال أو شركة بهذه الشكلة نعم سبحوك يقوموا بذلك المبادرات اللي لا كخش لهم إحداهم ولا يبقوا لهم ويصدر على فكرة جميلة بذلك أنا أعجبني واحد في مؤسسة معينة أن سيدة طلبت من الإدارة يعطيوها بيت قريب من الإدارة ديالها في مؤسسة تعليمية معروفة في ممنامق المدينة اللي نوستيثنا هذا وعطوها بيت اللي كتتحط في ولدها تمها وكتقابله أو يعني في نفس الوقت كتقوم بالأشغال ديال إدارية ويشهد لها بذلك ومع ذلك تراعي الطفل ديالها ولم تستعين بأي ساعدة إذا كان سألت تفاهم ما كان حضروش القانون بحدف ريه صح وهو جميل جدا أن يكون واحد التواصل واحد التعامل واحد التفاهم في العمل أحسن ما تكون العلاقة إدارية وقانونية 100% لأن أستاذك ممكن يكون عطاء إلا كنت واحد نوع من التسامح وديك لفلويديتا كما تقولوا هذا هو لكم تفسيكولوجي لك تكون لكل يستفيد